مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد تم إيقاف المدرب التنزاني عادل عمروش عن المشاركة في المباريات لمدة ثماني مباريات في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وفرض عليه غرامة قدرها عشر آلاف دولار بسبب تصريحاته المثيرة للجدل ضد منتخب المغرب تلك التصريحات جاءت قبل الهزيمة التي تعرض لها منتخب تنزانيا أمام المغرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية للبطولة أكد الاتحاد التنزاني لكرة القدم أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت إيقاف المدرب وفرض العقوبة المالية بناء على شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي ورغم ذلك لم تصدر الكاف بيانا رسميا حول هذا القرار حتى الآن تم تعيين حميد موروكو مؤقتا لخلافة عمروش وسيكون له الدعم من المدرب جوما ماجوندا وجاءت تصريحات عمروش التي أدت إلى الإيقاف بعد مقابلة مع التلفزيون الجزائري قبل مواجهة المغرب حيث اتهم فيها الاتحاد المغربي بالتأثير الكبير داخل كرة القدم الإفريقية والتلاعب في تعيين الحكام وأشار عمروش إلى أن المغرب يتمتع بنفوذ كبير ويتسلط على قرارات الاتحاد الإفريقي معتبرا أنهم يتحكمون في اختيار حكامهم بينما يظلون الفرقة الثانية كما انتقد تغيير موعد مباراة التصفيات لصالح المغرب حيث طلبت تنزانيا اللعب في النهار للاستفادة من حرارة الشمس لكن الكاف حدد الموعد في المساء في سياق متصل انتقد عمروش قرار الاتحاد التنزاني بتغيير مكان المعسكر التحضيري قبل البطولة مشيرا إلى أنه كان قد حدد معسكرا في الجزائر وجدد الاتفاق على مباريات ودية لكن تأثر المسؤولين بنقل المعسكر إلى القاهرة مما اضطرهم للتحضير في ظروف مختلفة إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو لا تدخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار يمكنكم في أي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم